في نظام يعني أحسن شوية لا في نقلة من الشارع من الشارع للمركز الشباب في نقلة بقولك من أول حاجة اللبسة مثلا بتبتدي بقى بتبتدي ويختلف عن الكويتش بتاع الباتا بيختلف الشراب بيختلف الشورت يعني الدنيا بتنقل سنة وكاته أمور صعبة مش سهلة بدأت الحكاية معاك من مركز شباب المعادي تمام وبدأ الاختيارات من هنا بدأ بقى لما قالوا لك ما قالوا كويش إن فيه واحد مدرب كبير زي الدكتور عمرا بن مجد زي ما أنت قلت إن هو جاي يتفرج عليكم ولا عملوهم فجأة إحنا ما كناش لما تقلنا إن إحنا يوم كذا عندنا ماتش مع فرقة النادي الأهلي جاي هتلعب ماتش في المعادي ولا في النادي في مركز شباب المعادي أنا بعدت ثلاث يام بحلم أنت كان سنة كم سنة ساعتها أربعة عشر سنة أربعة عشر سنة بحلم تحلم بعد تحلم النادي الأهلي هيجي هنا يعني هيجي مركز شباب بتاعنا فكانت معرفت بعد كده بقى لإني أنا دخلت في القصة دي لما اخترت إنه كانت بنروح كل حتة كان هدف النادي الأهلي زمان غير دلوقتي طبعاً 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 واحنا ياريت نرجع لزمان واللي الزمان نرجع لك تروح كل المحافظات طبعاً لأن أنت ليه جمهورك وفيه لعيبة كتير وا 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 وتبتاشف لعيبة كمان كتير الحكاية الأولينية الكابتن دكتور عمرو بمجد شافك في الماتش في الماتش ده ماتش اتغلبنا ثلاثة واحد أنا فاكر أهلي كسب وعملت ماتش كويس وبعدين مين اللي بلغي بعد كده إنك تم اختيارك الكابتن شيك وليتو بيقول لي الناس عايزينك يوم الجمعة تروح النادي الساعة 8 الصبح ده كان موال المنمتش بقى أنت من يوم الأربع موال في البيت كمان هروح إزاي ومين هيسمح لروح وأبويا الله أرحمه كان يعني مش كان أهلاوي كان يعني ملوش فكورة قوي بس بيميل للآن آه طبعا ف وهركب أنا في المعادي أمشي لحد محطة المترو تنزل عندي باب اللوق أركب المترو وأنزل باب اللوق أمشي لحد محطة الفلكي أخذ أوتوبيس 13 أوتوبيس 13 كان كان اللي عندي نادي الأهلي اتجاه دلوقتي آه تعكس كان اتجاه تاني العكس كان العكس أيام من أرض المعارضة آه بالظبط فنزلنا قدام النادي آه خدت الخريطة دي وحفظتها سألت وحفظتها آه يعني كل بتاخده معاك وإنت رايح شلن طيب وإنت بقى كل ما بتقرب من النادي الأهلي قلبك بيبدل يدوق يدوق مرعوب مرعوب آه في ظهور دخلت إزاي النادي الأهلي آه يوم كذا ساعة كذا وإمضت الكابتن عمرو دخلت النادي دخلت رحت ودخلت وكان فيه تجمع كتير جدا وأنا مش مش حاسس إيه ده اللي أنا في تحلم ده اللي هنا آه ده البرج آه ما فيش غير الفرع ده ما فيش فترة من الفترات عديت مثلا جنب البرج ولا أي حاجة من ولا بكت صغير عشان تركب المواصلات تركتك تصريح أمني عالي جدا عشان تروح تركب وتميس ولا تركب دخلت النادي الأهلي أول حد قابلت ومين في النادي دخلت كان عم جمعة عم جمعة عم جمعة مرحبه يا حسين إليه عم جمعة ده علامة من علامات النادي طبعا زي عم جمعة كده والنادي كلها يعني هو أبو جد كل الناس كتير دي حقيقة الله يرحبه استلمنا عم جمعة وحط في الكشف استمار كتبنا وبعدين كده ابتديت بقى أنزل في التأسيمات كنت بتاخد راحتك كنت بتاخد راحتك في التأسيمات ولا كان في الأول كان فيه خوف بعد كده كابتن عمري بقى راجل محترم جدا وراجل ليه فضل على الناس كتير نفسيا مش عاوزة كلام مش عاوزة كلام اتكلم معنا بعد كده الواحد انطلق خلاص فكيت بقى فكيت بقى انطلق وابتدى بقى يفصل بيختار بقى كل ده في الاستعداد للمواسم يعني أخدت سنة في المدرسة وبعد كده دخلت خمسة سنة طيب لما قالوا لك هنعمل لك استمرار وانك بتمضي في النادي لأهلي ايه اللي يدار في ذهنك ما كنتش عارف دي معناها ايه انت ماضيت بس كده ولترعا في عام جمع لك لازم هت تنظي السمارات ويجيبت تلت صور ومستخرج شهدت الميلاد كل ده وابوي ما عرفش انا كل اللي كان بيراتب معايا الله يرحمها امي هي اللي كانت الام دايما يا سلام هي بتعشش حالا ولانها اه ابويا ما عرفش لانت لو تعرف قصة لما ابويا عرف طيب ما هنعرف ما عاوزة تعرف ده والله العظيم اه و قلينا بس في المستخرج هيا كانت تسلكني المستخرج بودية المستخرج وشاهدت الميلاد اه جبت المستخرج وشاهدت الميلاد و ست صور ومضيت ومضيت على الاستمرار ما تعرفش التبتم دي على ايه لا لا ما هو استمر انك هتكون موجود في النادي الاهلي بس خلاص بس ودوك الزاكاردينة بتاع الصغير كده تتخش بيه وتطلع بيه من اللي عشان اخش بيه و و تقارد اسمه مؤقت مؤقت ايوه مكتوب عليه مؤقت استمرتها ديه في مدرسة الكورج مفيش سنة والسنة التانية دخلت الفرق مين كان مدرب عندك كابتن عمر كابتن عمر وكان معاكو كان بيوصل بيكو لحد كان بيوصل بينا اه اه امتى حسيت انه وانت في مدرسة الكورج كده لازم تتصعد هل انت حسيت بكده ولا هو كابتن عمر كان ليه نظر الكابتن عمر هو اللي كان بيختار بس صح المجموعة المميزة لانها كانت دايما بياخدنا ودايما بنبقى السين بنلعب مع بعض ودايما كنا بنشتغل في المتشاط الودية كتير وابتدت العجلة تدور بقى كويس الولد لما عارف بقى عمل ايه هقولك قول بصراحة اه اه هقولك ماتشاط خمستاشر سنة كانت في الجزيرة مفيش ملعب غير الجزيرة اه اللي ملعبش على ارض تيتش كانت الساعة عشر الصبح خمستاشر والساعة تلاتة الساعة واحدة السبعتاشر اه والساعة تلاتة ده لو صدفت الماتشاط في ملعبنا اه واحنا كنا متعلقين بيكو ازاي لانها متخلص ساملين وانا نتفرج عليكم في التمرين وانا كنا بنخلص ساعات التمرين وساعتكم كنت تتفرجوا على الماتشاط اه ف كان فيه عمود ما الله ارحمه عمي جيد نعمان في الاخبار كده اه عمله يوم الجمعة ثابت ايوه بيضة وطلع منها كتكوت كده ايوه اسمه العمود ده انا منساش نجوم الغد اللي جاية بقى وكل اسبوع بيجيب لعيب صغير من الاهل يوم الزمانك ومن الترسانة ويكتب عليه شو فيه اخر الفكر بتاع دازي كان بيفكر اه والله العظيم اه فجأة انا جيت في يوم من ال في العمود ده صورتي اه والكلام علي ولعيب خط وصط ولعيب واعد واوا واوا كلام كده الولد الصدم شافها قال لي انا قاعد صحابي وقاعد على الاهو وصحابي قالوا لي انت ابنك بيلعب في الاهل وما بتقول لي داشت انهم بيعرفين مبلعبش في حتك قالوه الجرنان المفكر دي يا سيد فجالي بقى ايه جيل بي انت بتروح انت المفكر فهي دي كان الربط دي بقاديت علي تشقيقه خلاص لا ابتديت بقا أبراح خط صيقة والعب وينا فريق آآ يعني فريق قوي كنا فريق قوي جداً وأساني وإنت بقى في الفرقة كنت شاطر في المدرسة برضو ولا ما كنت يا بقى عمري ما سقط عمرك ما سقط لا أنا أخدت كله ما أقولك ما تأخرتش غير سنتين في مرحلة الجماعة مين الجيل اللي كان معاك في الفترة الزمنية دي؟ والله جيل كتير في مين اللي كمل وفي اللي بطل الناس اللي كملت خلينا في الناس أنا من الجيل بتاعنا اللي هو كمل معاكه في النص التاني من الثمانينات أهمت كان يعني كتان أو طاهر محمد حشيش كان موجود كان إبراهيم عزت في حراستر مرمى في ناس كان بتتوالى بقى بتيجي زكريا نصف من البداية برضو كان معانا من البداية من المدرسة كله آآ وبعد كده بعدين بسنتين جي علاء ميهوب آآ يعني حمد أبو الراضي دخلوا بالناشئين إناني آآ آآ دخلوا بك إحنا إحنا وطاهر وزكريا تقريباً مش تقريباً إحنا دخلين مع بعض مع بعض آآ 74 لعبت كم سنة ناشئيين؟ لعبت كل المراحل السنية المراحل كانت 15-17-19-21 فردي السنة اللي بعدها يقلبوها يقلبوها تبقى آآ 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 14-16 يعني تبتدي 14-16-18-20 بعدين اللي بعدها 15 فتلاقي كله بيلعب كله بيلعب في المراحل دي آآ أنا عبت كل المراحل دي عدت كم سنة؟ عبت مع كابتن عواضين والعبت مع آآ مع كابتن صالح يوسف أكر كابتن صالح يوسف الله أرحمه كابتن موفتي آآ الله أرحمه يحسن إليه شكرا للمشاهدة